موسيقى سلام عليكم مشاهدين اهلا بكم الى نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة الشروق نبدأها بالعنوين وزارة المالية تعلن صرف مرتبات يوليو للعاملين ومنحة العيد قبل نهاية الشهر اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري تدرج مقترحات جديدة لتحسين مشروع اعداد الموازنة رئيس القضاء يصدر قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي موسيقى اهلا بكم كشفاء الفريق اول محمد حمدان دقل نائب رئيس المجلس العسكري عن وجود انتهازيين ساهموا في اشعال السوق بنيران الغلاء في اسعار السلع المختلفة وطالب لدى مخاطبته تدشين المبادرات السودانية للسلم والمصالحة طالب الشباب باهمية توافق السياسي وضروة الاستفادة من التغيير الذي تم مؤكدا ان المشاركة في الحكومة المدنية المرتقبة ستكون حسب الاوزار الخاصة بالقوى السياسية القلد جماعة سبب شنو سبب في انتهازيين في انتهازيين في انتهازيين متعين فرص القلد سبب انتهازيين يخوانا مفروض مفروض الشعب السوداني براه يغرف يخوانا الوقود موجودة في صفوف في الترمبات والوقود موجود القلد سبب شنو الدولار متوفر جبال الدولار شماعة انه الدولار غالي كان قلت لك كده اسحب قللك يا اخي الدولار بيجي بيكم الان الدولار نازل طيب الشماعة في شنو القلع في شنو انه احنا مفروض نسأل نفسه احنا الان كمجلس لكن ات عليك مسئولية المواطن ده عليك مسئولية برضو كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن بدء صرف مرتبات ومنحة العيد للعاملين بالدولة قبل ثلاثين من يوليو الجاري وقال عبد المنع محمد الطيب وكيل وزارة المالية المكلف في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان الوزارة وضعت الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات في الوقت المحدد وشار الطيب بلا توفير الدقيق والقمح لكل ولاية السودان قائلا انه لا توجد اي مشكلة في هذا الاطار حاليا واكد الطيب جهود الوزارة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وبدل الجهد اللازم لتوفير معاش الناس خلال هذه الفترة التي وصفها بالاستثنائية اصدر مولانا عباس علي بابك الرئيس القضاء قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي بنسبة خمسين بالمئة اعتبارا من اول اغسطس 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2019 وجاء القرار عملا باحكام المادة 96 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925 وصف احمد محمود شيخ الدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية وسمكية المكلف قراري المجلس العسكري الانتقالي والذي صدر بشأن عدم تصدير اناث الماشية وصادر ذكور المواشي الا بعد اعتماد من محافظ بنك السودان بالقرارات السليمة والمهمة في تنظيم صادر المواشي وقال الوكيل انه في السنوات الماضية لم تصدر اناث الماشية الا بنسبة ضئيلة خصوصا ايبل الهجن اكد ان قرار المجلس العسكري يصوب في مصلحة قطاع الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني مؤكدا اهمية وصول حصائل الصادر للبنك المركزي وكان عدد من مصدر الماشية اكدوا ان هناك تلاعبا كبيرا في مستندات وسجلات صادر الماشية من قبل شركات واسماء اعمال وهمية مما ادى الى اهدار كثير من العائدات التي ترفض خزينة الدولة بالعملات الحرة ادرجت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي او ادرجت ضمن البرنامج القومي الموحد للاصلاحات الاقتصادية بالبلاد ادرجت عددا من المقترحات لتحسين مشروع اعداد الموازنة واقرت بان تكون وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن تحقيق سياسات الدولة المالية والميزانية واشرت المخترحات الى التوقف عن التعامل مع البنك المركزي كدائن للمالية ولفتت الى ان القروض من البنك المركزي يجب ان تكون لتغطية القروض ذات الاهمية القصوى المرتبات وما الى ذلك واضافت منع السلطات التنفيذية من التحكم في صرف الميزانية وتوجيه الصرف في اتجاهات لا تتسم بالاهمية القصوى في بنود الموازنة فيما يتم تنويل البنود ذات الاهمية من البنك المركزي سجل سعر جرام الذهب اليوم استقرارا حيث بلغ شعر جرام لعيار 21.25 جنيه وبلغ سعر البيع للجرام 3000 جنيه صراحة بذلك لسونة محمد عثمان وهو صاحب محلات للمجوهرات بالخرطوم وعزى ذلك الى استقرار في اسعار ذهب بانواعه المختلفة وعدم وجود اقبال على الشراء لعدم توفر السيولة واهتمام الاسر بالاحتياجات الاساسية اتفقت وزارة الصناعة والتجارة وحكومة ولاية نهر النيل على اعلان الولاية لصادر الاولى بالسودان وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الرحمن العجمي الذي وصل الولاية على رأس وهد فني رفيع في زيارة تستغرق يومين قال ان ولاية نهر النيل مؤهلة بقدراتها ومواردها ومنتجاتها وبنيتها التحتية لان تكون ولاية الصادرات الاولى بالسودان مشيرا الى انها تتمتع بميزات تفضلية نوعية في الزراعة والصناعة والمعادن علاوة على جواذبها الاستثمارية المتنوعة في المجالة الحيوية واكد عجمي ان وزارته ستبحث ميدانيا المعاوقات التي تعطرد مسارات التنمية وترقية الصادرات الزراعية والصناعية والمعدنية بجانب وضع الدراسات والاستشارات الفنية التي تمكن الولاية من اطلاق قدراتها في الصناعات الاستراتيجية والتحويلية يعني لا تجد الولاية في اي جزء منها جنوبة او شمالة شرقها وقربها يعني الا تجد من المشاريع الكبرى والتي تحتاج ان شاء الله في هذا الانتاج الوفير بإذن الله ان احنا حنقوم بعمل بعض الصناعات الصغيرة التي تحول هذه المنتجات الى اشياء مفيدة ومغزية بالنسبة للمواطن في الولاية وفي السودان ان شاء الله الى ذلك قال ولي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد ان ولايته لا توجد بها اي التقطعات تعيق اجراءات المستطمرين قاطعا بخلوها من كافة الانحرافات البروراتية التي تتسبب في اجراءات او في تعقيدات اجراءات المشاريع ان احنا يعني افادة صريحة وافادة واضحة ونحن يعني قدر هذه الافادة بنقول وبننفذ ما عندنا اي تعقيدات ما عندنا يعني اي يعني انحرافات عن الالتزامات ان احنا بنلتزم بيها بل بشرونة هن بانه هناك يعني صفوف متراصة لعدد من المستثمرين الذين يرغبون ان يستثمروا في هذه الولاية والبتعتبر يعني من اضخم الولايات من حيث الموارد قطع ولي القدارف المكلف نصر الدين عبدالقيوم باكتمال العمل في الشبكة الداخلية لمشروع الحل الجاذري لمشكلة مياه مدينة القدارف نهاية اكتوبر القادم وقال عبدالقيوم الذي شهد تجربة غسيل خطوط الشبكة الداخلية ان المشروع ينهي بشكل تام من مشكلة العطش التي تعاني منها مدينة القدارف تاريخيا حيث تستقبل الشبكة الداخلية الجديدة خمسة وسبعين الف متر مكعب من المياه يوميا وهو ما يفوق الحاجة الفعلية بالضعف تقريبا او بالضعف تقريبا مشيرا الى انهم قد التقوا الشركات العاملة في الشبكة الداخلية وزللوا كافة الصعاب التي تواجه عملهم بما فيها الوقود والنقود العمل الجاري في اكمال الشبكة الداخلية من خط الاساسة طول 205 كيلو تم انجاز تقريبا 98% من هذا الخط خط الاربع بوصة بطول 1400 كيلو متر تم انجاز ما يقارب تقريبا 1100 كيلو وعادة تقريبا 80% من الخط احنا متابعين عمل الشركات ومن الامس اجتماعنا مع الشركات لتزليل كل مشاكل او صعابة احنا حسب خطتنا متواجعين انتهي من هذا الخط او الشبكة الداخلية كلها تكون جاهزة ان شاء الله في 30 اكتوبر بإذن الله وفي السياق قال والي القدار في العمل في متبقي الخط الناقل من بحيرة السدي اعالي نهر عدبرا وسيتيت سوف يستأنف عاجلا في اعقاب التزامي الحكومة الاتحادية بتوفير متبقي مبلغ التمويل اهلا بكم مجددا مشاهدنا والى جولة في اسواق المال والاعمال عقب الفاصل اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 14.531 نقطة و811 جزء من النقطة ومقارنة بتداول اليوم مع امس فقد شهد هذا اليوم الخفاض حجم التداولي من 96.165.429 جنيه ليصل الى 7.975.967 جنيه بنسبة خفاض بلغت 88% وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر سهم البنك السوداني الفرنسي عند 4 جنيهات و59 قرشا وبنك التضامن الاسلامي السوداني عند 5 جنيهات و3 قروش وبنك فيصل الاسلامي السوداني عند 6 جنيهات و9 قروش وفي القطاع التجاري استقرر سعر سهم شركة الصمغ العربي عند جنيه و6 قروش وفي قطاع السكوك وصناديق الاستثمار استقرر سعر صرح 17.1 عند 100 جنيه و54 قرشا وفي قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفع سعر سبع اصدارات واستقرار اصدارتين وانخفاض اصدارتين ايضا وذلك من جملة 11 اصدارة تم تداولها اليوم ارتفع الدولار لأعلى مستوى في اسبوعين مقابل العملات المنافسة اليوم الثلاثة بعد يوم من اتفاق الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعماء الكونغريس على تمديد حد دين مما هدأ المخاوف بشأن تخلف الحكومة عن السداد في وقت لاحق من العام وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع اداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات المنافسة الى 0.31% ليصل الى 97.47% وهو اعلى مستوى منذ التاسع من يوليو وترجع قوة الدولار ايضا الى ضعف عام لليورو مع ترقب مستثمرين لانباء بشأن تحفيز جديد من البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ارتفعت اسعار النفط اليوم وسط استمرار المخاوف حيالة عطل محتمل في الامدادات بالشرق الاوسط لكن توقعات ضعف الطلب بشكل عام كبحت المكاسب وهي مدعومة بتعهد من وكالة الطاقة الدولية باتخاذ اجراءات سريعة للإبقاء على امدادات كافية بسوق النفط العالمية وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الى 7 سنتات لتصل الى 56 دولار و29 سنتا للبرميل نزلت اسعار الذهب اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وبع بعض المستثمرين المعدن الاصفر لجني الارباح قبل اتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الاسبوع القادم وتجاوزت اسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولار للمرة الاولى في اكثر من 6 سنوات الاسبوع الماضي بعد ان عزز جون ويليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الامل في خفض كبير لأسعار الفائدة مشاهدين في ختام نشاطنا الاقتصادية نذكر بعناوينها وزارة المالية تعلن صرف مرتبات يوليو للعاملين ومنحة العيد قبل نهاية الشهر اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري تدرج مقترحات جديدة لتحسين مشروع اعداد الموازنة رئيس القضاء يصدر قرارا بتخفيض رسوم تسجيلات الاراضي اذا مشاهدنا وصلنا واياكم الى ختام نشاطنا الاقتصادية من قناة الشروق للمزيد من المعلومات والاخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروق بطنك في امان الله اشتركوا في القناة